مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدي قناة نسمع نحن بالضبط في حي أو حومة أولاد الشالبي بالمدخل الجنوبي لمدينة سيدي بوزيد الدار هذه الدار هذه اللي تحصن فيها الإرهابيين بعد عملية أمنية ناشحة بامتياز للوحدات حرص الوطني هنا تمت عملية القضاء على زوز إرهابيين بعد تبادل اطلاق نار دائما قرابة الساعة وهنا زاد فجر الإرهابية نفسه باش نشوفه الأثار نشوفه أثار الدماء يعني انطلقت العملية قرابة نص نهار دامت إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال في المكان هذه الموجهات كانت كبيرة تقريبا نشوفه ملاك يعني سمحونا حتى على المشاهد هذه أثار الدماء على الحائط هنا في المكان هذه بالضبط فجر الإرهابية نفسه كانت صورة المشهد بعض الشيء حتى يعني الأعضاء الداخلية للإرهابية متناثرة لهنا هذا الحائط اللي تم يعني إسقاطه كذلك في أثار أخرى هناك بعض البقايا يعني رأحة قاوية ملاك يعني الفضلات الداخلية هذا الإرهابي كما نشوفه هنا هذه البقايا هذه بقايا العملية عملية بامتياز ناشحة الحب أن نتفاعل بين بعض المواطنين اللي واكبوا العملية الإرهابية سبا خير سبا خير البارح قوت لي أنت تفجعت تفجعنا تفجعنا صغارنا تلعبوا برشا فهمتني والحمد لله دخل أمن بامتياز فهمتني وفضل إشكالية بالضبط هم حسب المعطيات الأولية جايين من الرقاب حسب المعطيات جايين من الرقاب ويترصدوا فيهم فهمتني إلى الدار هذه فهمتوا لله وقاموا بالواجب الأمن قاموا بالواجب بامتياز هم هربوا هم يتبعوا فيهم فهمتني كيغسروها ذايا فجر روحوا فجر روحوا فهمتني ولله والأخرين قاعدين يحاصروا فيهم ولوين شدوهم أنت قلت لقبليك فهمتني اسمعتك التفجير 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 صغار يفهمتني فوق الصح يلعبوا فهمتني التفجير قوية برشا فهمتني تفجعوا منها الصغار نيل أول تفجعتنا نكتبش عليك الخدامة اللي معايا زعمة بجوها ربين شوية الأمن قالها ما دخلوا لداخل الدار ما تخرجوش والحمد لله فهمتني لسلكة لباس الأمن لباس ونحن لباس نستحمد وربي بلاحظة اللحظة يعني نجم أحمد محمد 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 مش معايا شوي كيفاش وكمت البارح العملية بذلك تشوف كل شي اللي صار معنا نحن ما خليت بنتي وولدي عمرو عميل هنا في الدار ويضربوا معنا قاعد ضرب هنا قتلي بنتي لاني شفتوا معنا الراجل فاش نقز لكن بعد التفجير اوقع ما يخلونيش بها مجمعات معنا التدخل ندخل ديارة تعالى بش نيزو صغارنا اللي معنا ما خرجت معنا لما جت مرتي معنا تبكي كل شي بسيف معنا ما خرجوهم يعني عشتوا الليلة تروع بكت حب كانت نجم الفضل تدخل شوف شوف حالة معنا ما ما نحكي لكش معناها كي ما قولوا فيها الحمد لله رب الواحد كي صغار ولا بيش يعني أول مرة يدخلوا للمحوش أول مرة أول مرة معنا سير تحكيي كم هك معنا ما جتك العملية كم مفاجأ معنا ما فالواحد معنا على تصور أنت تلقى الحاكم وكل وتلقى معنا يقول لك رو معنا الارهابي اللي هنا وشد وزوز ناريتها مامسوك لي شد وزوز شد وزوز وشد وزوز وشد وزوز ونك تفرج معناها شكرا لك يعني تشوف مليك يعني الدار في تور البناء يعني حتى لفما سقف لفما حتى شي كان يجور أحمر يعني هاربولا هنا خطر النس كل تأكد اللي العملية هذية مسبوقة بعملية ترسد متابعة كبيرة حسب المعلومات الأولية للناس ذوما هبطوا من جبل الشعبي بالضبط هم تابعين كتيبة عقبة ابن نفع كانوا ناوين عن يقوموا بعملية إرهابية في شهر الرمضان بعملية استخباراتها وترسد كبيرة ياسر تم استدراجهم إليها هنا والإتاحة بهم والقضاء على زوز إرهابيين والقبضة على ثلاثة علما أن عملية التامشيت والتعاقب مزالت متواصلة هنا في سيد وزيت وللتذكير أنه الاتحاد الجهوي للشغل بإسجاد سيد وزيت ألغى الإضراب العام أو يوم الغضب في غرة واحد ماي اللي كان مزمع تنفيذه اليوم خاصة بعد نجاح العملية الإرهابية وبذلك فإنه الحياة في سيد وزيت اليوم واحد ماي يوم عيد الشغل عادية ونسي كل تتحرك وفما ابتياجك تشوف صحيح فجعة لكن فرحانين بنجاح العملية ومش نخليك مع أثار الكرتوش ملاك هذية في الحيط يمكن الصورة هذه تفيد مدى قدرة الوحدات الخاصة للتصادي للإرهابيين بالنسبة لهم النقطة السودية في كل مرة يتفوقوا على الإرهابيين في عمليات نوعية وربي يحماهم وربي يوفقهم في التصادي للإرهابيين شكرا